قبل الله صلاة الجميع مشاهدين عوضة لاستكمال هذه الجولة الإخبارية المسائية من قناة النهر مشاهدين قراءة في الخطاب السياسي للمترشحين لرئاسيته الثاني عشر ديسمبر القادم عظيفي في البلاطو أستاذ علم النفس السياسي بجامعة الجزار أستاذ أحمد قرية مساعدة أهلا بك مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدين ومشاهدات شكرا لك إذن أستاذ الحملة الانتخابية لرئاسيته الثاني عشر ديسمبر القادم في يومها الخامس جولت وخرجت ميدانية تجمعات شعبية للمترشحين لرئاسيتها القادمة من خلال تقديم برامجهم لهذه الرئاسيات العديد من الملفات والبرامج وكذلك الكلمات التي استعملها المترشحون في تجمعاتهم الشعبية وخلال لقاءاتهم وجها لوجه مع الشعب لو تعطينا قراءة بصفة عامة لهذا الخطاب السياسي هو حقيقة الخطاب السياسي للمترشحين الذين صالوا وجهلوا بعض الولايات هو خطاب يعني إيجابي خطاب يستهدف إلى وعود نعم كالعادة نحن دائما نجد في خطابات وعودا ولكن وعود التي يتعهد بها لكي يفتح ماذا؟ يفتح إشكاليات النفسية أو اجتماعية أو اقتصادية التي يعاني منها هذا الشعب وبالتالي هذه الخطابات هي خطابات إيجابية كلها وأنا تابعت كل خطابات لكل المترشحين الخمس من جهة أقول أننا نفتخر بأننا نملك من هذا الطيراز من المترشحين ومن جهة أخرى أيضا نقول أيضا الخطابات التي تقدم للمواطن الجزائري قد ربما يراها المواطن الجزائري صعبة المنال وليست سهلة وهي جوفاء ربما بمجرد فقط وعودها كذلك يجتاز امتحان عن انتخابات ولكن في مجملها خطاب خاصة أن هذه الحملة الانتخابية في ظروف استثنائية يعني نعيشوها نعم ظروف استثنائية من صعب جدا أنك تتحكم من صعب أن تقنع تقنع يعني المواطن لأنه كارهة من الوعود السابقة والمترشحون الآن فهموا الدرس جيدا نعم فهموا الدرس وبهذا يعني نجد المترشحون يعني يصوي بنفسه بنفسه أحيانا فيها زلات في الخطاب السياسي وهذه الزلات يعلمون جيدا بأن هذا الوعود لا يمكن أن تتحقق وبأن الدخول إلى هذه المرحلة الخطابية للشعب وفي هذه الظروف الظروف الاستثنائية والغير لم نعيشها من قبل يعني من صعب إيصال مفهوم الخطاب للمواطن فالمواطن يعني عادة يعني انتهى بالتيئيس في حاله النفسي لأنه يعاني الكثير من الوعود ولم تنفذ فهو يعاش الوعود السابقة للمترشحين ليس فقط على الرئاسيات ولكن حتى المترشحين في البرنامانيات نجد أن يعيدون الكثير ولما يصلون فلا يحققون ولا ينززون ولا يعملون إذن يعني يجب أن يميل إلى الخطاب الواقعي أكثر منه نعم شعب الجزائري اليوم المواطن الجزائري يحتاج إلى خطاب صادق خطاب نقي صفي خطاب الذي يعطيه الحقائق الخطاب يعني يوضح له كل المشكلات التي يعيشوا فيها ويمكن أن نتعاون بعضنا بعض لكي نحل تلك المشاكل ولكن الوعود أحيانا نجد بعض الخطابات يعني صورية أستسمحك فقط أستحية مسائية موجودة لكم مشاهدين على أستاذ أحمد قرية أستاذ علم النفس السياسي أهلا بك مرة ثانية أستاذكم أن تحدثوا عن الخطاب السياسي و قربه لكي يكون ربما واقعي عكس الخطابات السابقة في الحملات الانتخابية السابقة يعني لو قراءة فقط في بعض الخطابات الخاصة بالمترشحين مترشح يقول سأكون خدام للشعب آخر يقول أنا نجي نحي الحق على الشعب الجزائري يعني قراءة كنت كأستاذ في علم النفس السياسي لكل هذه الكلمات التي استعملها بعض المترشحين هذه المصطلحات التي استعملها كل المترشحين هو معروف دائما هو استماله و هو بحث عن الرضا للمواطنين ولكن قل ما يعني تصل إلى تحقيقها أو من خلال الواقع على الأقل من خلال الواقع نجد أن الخطاب السياسي الذي قاموا به كل المترشحين في درجة مقبول مقبول لأنه أنا في ظرفي استثنائي مقبول لأنه أنا في حالة نحتاجين إلى استقرار أمن البلاد نحتاجين إلى رئيس جديد نحتاجين إلى تهديئة النفوس إلى تهديئة الوضع العام إلى إقلاع الجزائر لا يهمونا من يأتي ولكن من يهمونا هو من يأتي أن يخدم هذا الشعب أن يطور الجزائر من جديد أن يعمل على إرساء قواعد النجاح للوطن لابد أن نقترع بهذا الوطن إلى الأمام ولهذا الشعب ماذا يطلب اليوم الشعب لا يطلب أنواع الخطابات يمكن أن نستغنع الخطابات وأنا كنت من المترشحين مع الخمسة ونساحب في الأخير ولكن لو كنت بقيت البرنامج اللي نديره هو اللي نتلقاه عند الشباب نخلي الشباب طيب مادم تحدثت عن الشباب الآن الآن يعني شباب العشرينات الآن ثلاثينات ما هو الخطاب ربما اللي يقنحهم بناء على هذه المعطيات الجديدة في الجزائر يعني هل الخطاب الكلاسيكي التقليدي من خلال وعود ربما من خلال إعادة ربما تعديل الدستور ومنح القروض إصلاحات عميقة ربما الخطاب الأقرب الأكثر إقناعاً للشباب الجزائري هو يجب أن نعترف لكن يعني نمشي إلى الأمام يجب أن نعترف الخطاب الكلاسيكي هو السموم هو هداية من سموم للشباب الجزائري اليوم محتاجين إلى خطاب صادق الخطاب يكون صفي خطاب يكون نقي ليوصل القلوب للشباب ويوصل في نفس الوقت إلى عقولهم اليوم المترشحين المفروض أن ينزلوا إلى الشباب والشباب هو اللي يعطيه ويقوله عندنا مشكلة في العدنة عندنا مشكلة في التعليم عندنا مشكلة في التربية عندنا مشكلة في أمور مثلاً في الاقتصاد عندنا في كذا والشباب هو الذي يصنع الخطاب ويعطيه للمترشح لأنه لابد أن نعكس الآية للخطاب اليوم يجب أن يكون خطاب صادق خطاب الذي يبني نعم نحن أحياناً نجد أن بعض الخطابات فيهم نسبة معينة لأنه لا يمكن التحقيق المستحيل الذي يحتاج إلى مستحيل لكي نحقيقه في الواقع لهذا الخطابات للمترشحين أحياناً نجد بعض الخطابات بعض النقاط فيها نفور لدى الشباب ولدى الجماهير لهذا أنا أنصح كل المترشحين الخمسة أن ينزلوا إلى الشباب ويأخذوا منهم همومهم معاناتهم مشاكلهم مشاكلهم اجتماعية وأيضاً النقطة الجوهرية هو إرساء العدالة لابد أن ترتكز على العدالة لأنه مشكلة الجزائر في العدالة حينما نرتكز على العدالة فكل ما يدين أخرى سهلة حينما نرتكز على التعليم على التنشئ النفسية وتربوية والتعليمية من ابتدائي إلى الجامعة هنا نقول هذا خطاب صالح ويمكن أن ندافع عن مرشح لهذا نجد أن بعض النقاط حساسة مثل العدالة والتربية والتعليم العالي أما الميادين الأخرى سننظل اليوم هم مجبرون أن يؤدون خطاب هكذا ويعتمدون أحيان على الأرقام يعتمدون أحيان أخرى على سرد الأحداث أو مواقف ولكن نحن مجبرون أيضاً اليوم أن يكون خطاب صفي خطاب واقعي خطاب يتماشى مع الواقع الذي المريل والرهانات العسيرة الداخلية في إطار رهانات النظام الدولي الجديد الجائر طيب مدام تحدثت عن الرهانات أستاذ أحمد قرية سيد الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس سركان الجيش الوطني الشعبي اليوم في كلمته قال بأن الشعب الجزائري سينتصر رفقة جيشه على أذناب العصبة اقتراع بتاريخ الثاني عشر رسمبر القادم نعم هو أولا تحية للجيش الشعبي الوطني أبناء الجيش يعني كلهم من الشعب الجزائري تحية إجلال لأنه وقفوا وقفة تاريخية أقول تاريخية من أجل استياد كل أذناب ونقولهم حزب فرنسا ما نقولش العصبة لأن العصبة قليل يعني خليناها في حي صغير ولكن أقول يعني أذناب حزب فرنسا ونحن أيضا نطالب سيد القيد صالح أنه يكمن مشواره ليستطاد كل فئران العصبة أو فئران حزب فرنسا لأن هؤلاء أساءوا من 62 اليوم أساءوا للجزائر كثيرا واليوم ثقتنا ثقة الشعب الجزائري في من؟ في مرافقة الجيش له في مرافقة كل الجيش لإخراجه من هذا الوضع الاستثنائي إلى الوضع الحقيقي و12 ديسمبر المفروض يكون عرسل الجميع يكون على الأقل نخرج من أزمة التي نعيشها نحن للجزائر ما يلزمش نعيش بلا رئيس لابد أنه فيه اتفاقية دولية من برمجان في الفوق أو لجان في الفوق فيه اتفاقية دولية يجب أن يكون رئيس لابد أن يكون كامل الشرعية وأن نقول للشاب الجزائري لابد أن نتخبول لأنه علاه الشرعية للرئيس هو حماية الجزائر أول جزائر الشهداء نحن ما نخموش في مواضع مثل ضائلة رحل حقي ولا رحل نحن نخموه بنظرة كاملة الشمولية من أجل أن تخطو الجزائر خطوة سلمية وتحافظ على استقرارها ما تنساش أن الدولة الوحيدة التي قاومت كل تهجمات اللوبي الصهيوني كل تهجمات البيرناليفي كل تهجمات التي تقام من هنا ومن هناك يعني كأذرة لترويج المشاكل الأمنية داخل المجتمع الجزائري والشعب نفتخر به صحيح لأنه فيه جهات حاقدة على الجزائر نعم يجب تفويت الفرصة عليه لا تنسى حينما تكون الجزائر شهداء وتكون يعني تطور وعندها بيترول عندها يعني طاقة شبانية أكثر من 80% ماذا تنتظر تنتظر من أعداء الخارج لا أسميهم لكن معروفين تنتظر منهم يعطوك الوروث هاو يحوسوا كيف يدخلوك العبودية الجديدة كيف الشباب تاك يقهروه كيف البترول تاك يأخذوه كيف الاستقرار تاك من استقرار للبلاد إلى الفوضة للبلاد بتالي احنا مجبارون مجبارون مع المؤسسة العسكرية لا بد أن نرافقها وترافقون كشعب لكي نخرج من هذه المحن من هذه الأزمة سيكون منعرج صفحة جديدة للجزائر فاصل ونناظر هناك أشياء ربما قد لا تعجبوني كرئيس أو كذا ولكن النضال الممدود ونضال المستمر لابد أن نناظر ونحقق الأفكار التي نريدها لإذن لهذا نحن نقول أن لابد الجزائر تخرج من محنتها لابد أن تخرج من أزمتها لابد أن تخرج من المشاكل التي نعيشها اليوم في تنافر بين أفراد الشعب ونريد مرافقة الشعب والجيش تكون دائما متماسكة والتماسك بين أفراد الجزائرين لابد أن يكون أكثر تماسكا حتى نخرج من هذه المحنة وليس هناك حل أنا أقولها كمفكر وأقولها كسياسي أنه ما فيه حل للجزائر إلا انتخابات انتخابات رئاسية لابد أن نديروا رئيس لما نديروا الرئيس راح نحافظ على البلاد ورح يسن قوانين ورح يمضي اتفاقيات رئيس هو الذي سيفتح ورشات إصلاح كبيرة ورشات إصلاح كبيرة على سواء مجال سياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي الآن نحن نعيش شيء بفراغ أقول شيء بفراغ لأن رئيس الدولة هو مؤقت لا يمكنه أن يوقع على أشياء أخرى يمكن أن تصريف الأعمال فقط يقوم بها ولكن حينما يأتي رئيس جديد تكون حكومة جديدة ويكون اتفاقية جديدة وتبعث بطمأنينة والراحة من أجل أن نحافظ على الجزائر ومن أجل الحفاظ أيضا على شعبها ويجب يجب في مطلق الأحوال أن تستمر مرافقة الجيش الشعبي الوطني للشعب ويجب أن نجد الحلول في الصم والصندوق هو الذي سيكون الفاصل نعم الصندوق هو الفاصل الصندوق هو الفاصل من أراد أن ينتخب لا فينتخب لا من لم يريد أن لا ينتخب فلا ينتخب ولكن ليس لك حقا أن تأخذ متى صوت الآخر أو تظلم الآخر بأن لا ينتخب كل إنسان له فرق فردية وكل البشر له فرق فردية ربما أنا نحب ننتخب أنت ما تحبش ننتخب ولكن حينما تكون الجزائر على فوهة البركان يجب أن نفكر في قمة الجزائر في مصلح العليا للوطن في مصلحة الجزائر قبل كل شيء قبل مشاكل قبل مشاكل مجموعات أو مجموعة الضغطة أيضا التي تعيش الجزائر يجب أن نترفع عن مشاكل الصغيرة لكي نحافظ على ماذا على الوطن وحب الوطن حب الوطن من حب الإيمان من له إيمان يحب الجزائر وبتالي يجب أن نحافظ على الوطن بانتخاب حتى نخرج من فوهد البوطن شكرا جزيلا على كل أستاذ البروفيسور أحمد قرية أستاذ العلم المنفس السياسي